شوط كبير عبره البيت التشريعي بعد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة في وقت أشر نواب ملاحظات عديدة حول القانون منها ما يتعلق بتنويع مصادر التمويل وسعر النفط أيضا يختصر مشروع قانون الموازنة المالية مسافات تشريعية طويلة بعد أن أكمل البرلمان قراءته الثانية ليصل أعتاب التصويت مشوار مضت فيه اللجنة المالية النيابية برسم خطوط المقترحات العريضة لمعالجة المؤاخذات التي تواجه بعض الفقرات توقعت النيابية تذهب باتجاه سن هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز الشهر المقبل تقرير اللجنة المالية واللجنة المالية عملت عمل عظيم وجبار خلال عشرة أيام بلياليها وأيامها سهر وبسرعة استطاعوا تقديم تقرير وافي حول ملاحظاتها عن الموازنة ونحن ننتظر أن يستنى خلال أقل من شهر ربما في متصف الشهر الأيار مؤاخذات الأبرز فيها هو اعتماد سعر 70 دولار للبرميل الواحد مع التساع حجم التصدير وهما يمثل قلقا نيابيا من أي عوامل مستقبلية يضرب بهذه الاعتمادات وهو ما قد يطيح بهذا القانون يضطر الحكومة إلى عادة سيناريو الاقتراض الخارجي لسد النفقات اليومية مجازفة موازنة فيها مجازفة من خلال تثبيت سعر نفط سعر برميل نفط عالي جدا 70 دولار وتصدير عالي جدا معناها ما أدنفت مسافة أمان في حالة حدوث أي طارق حتى نستطيع يعني على أقل نرتب أوضعنا وإلا أيضا قد تضطر الحكومة مجددا اللجوء لمجلس النواب من أجل الاقتراض حتى نسد حاجة المتطلبات الأساسية ويضافه إلى جملة الملاحظات الفنية التي يشكل عليها مختصون حول مشروع الموازنة المالية وضبابية التعطي الحكومي أزاء تنويع مصادر التنويل وإمكانية إشراك القطاع الخاصة مع الأخذ بالاعتبار إعدادها لمدة ثلاث سنوات وإذا ما استمرت حالة الاستقرار السياسي داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الموازنة المالية فإن المعطيات لإقرارها تذوء امتجاه منتصف آيار المقبل وصف على الوشق الرابعة بغدار